شدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استمرارية التعامل الجاد والفعال مع الشكاوى التي يتم تلقيها عبر منظومة الشكاوى الموحدة وضرورة اهتمام المسؤولين بمتابعة الشكاوى المسجلة ومعالجتها خدمة للواطنين وخلال متابعته جهود منظومة الشكاوى الحكومية خلال شهر سبتمبر الماضي أكد مدبولي أن المنظومة ترتكز على دورة عمل إلكترونية تعمل على تلقي وفحص الشكاوى والطلبات لتحديد بؤر تركزها لسرعة معالجتها وتقويض أسبابها وتم خلال المتابعة التأكيد على ضرورة إلاء الطلبات ذات الأولوية اهتماما خاصا وعلى رأسها ما يتعلق بقطاع الصحة والشرائح الأولى بالرعاية ومراقبة الأسواق وإنفاذ القانون بالإضافة إلى كل ما من شأنه الحفاظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم